انت رجعت من تركيا لعبت في امبي في امبي اه لعبت في امبي انا اما رجعت اتكلمت مع النادي الاهلي على اساس لو فيه فرصة ارجع في الاهلي انه ده بيتي وهما اولى بي وبعدين كان يعني اتجاه ان هما بيعملوا فرقة جديدة بقى في 2002 2003 كانوا بيعملوا فرقة لسه الاعمار بتاعتها صغيرة فانا كان ساعتها بقى عدت التلاتين وكده يعني كان الاختيار انه نرجع على امبي بقى مع الكبت التلاتي بصري عدت سنتين لعبنا سنتين منهم اول موسم طلعنا رابع دوري وتاني موسم خدنا كاس مصر لأ مخدناش كاس مصر لعبنا نهاية بطولة عربية مع الرجال المغربي وبعد كده اعتزلت وبدأت مسارتي في امبي بقى التدريبية يعني قرار اعتزالك انت اخدت قرار اعتزالك هل في سينة معين اللعب لازم يعتز فيه ولا انت حسيت ان انت خلاص مش قادر فلازم احترم نفسي وقرر الاعتزال بص يا كابتل اللاعب هو بيحس بنفسه انا كانت الاصابات بتاعت الرجبة وصلت لمرحلة يعني انا كان اخر عملية عملتها في المانيا الدكتور قال لي صعب ان انت يعني مش تقدر تكمل سنوات كتير على رجبتك يعني دي نقطة النقطة التانية ان انت بيبدأ ادائك او نتيجة الاصابات انت بتشعر بنفسك هل انت قادر ولا مش قادر يعني انت اللي بتكرر مفيش سن طبعا مفيش سن اللي اعتزال ومفيش مدرب ومفيش مدرب برضو يعني دي رسالة يمكن انا عايز اوجيها للعيبة اللي بيقولك مدرب ده عايز بطلني مفيش مدرب يقدر بطل لاعب ليه لان اللاعب هو الاقوى اللاعب هو اللي يقدر يفرد بمشتواه وبمجهوده يفرد نفسه على المدرب لكن انت اللاعب لما بيشعر ان هو مش قادر او اصاباته وممكن نفسيا خلي بالك يعني انا براكات هديك مثال براكات ما كانش عنده اصابة ولا عنده اي حاجة بس براكات نفسيا قال لي يا كابت ان انا مش عايز اكمل لما كنت ماسك 2013 لما توليت المسئولية فبراكات قال لي انا هبطل قلت له تبطل ليه قلت له يا ابني ده انت لسه لاعب كان قبلها باسبوع لعبين امبي كسبنين خمسة واحد براكات جايب جنين لا براكات ده كلاعب ده قال لي انا نفسيا مش عايز يعني خلاص هو قرر خلاص اه يعني انا ايه ان انا اصحى ويبع عندي التزام يومي ان انا اجي التدريب ومعسكرات يعني هو اللي قرر اه ومرضاش ده انا مسكت فيه كذا مرة يعني اقول له لازم تكمل وكذا فهي بتيجي من اللاعب قررت الاعتزال اشتركوا في القناة